تخيل أنك الحين تتوفى وترحل من الدنيا وتكتشف بأن الصلواتك مي مقبولة الرسالة هذه لك إذا أنت تصلي في البيت من دون عذر اسمع معي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر فلا صلاة له إلا من عذر يعني صلاة غير مقبولة إلا إذا كان معك عذر هل تقدر فعليا تضحي بنفسك للدرجة دي يعني بعد ما ترحل من هذه الدنيا تكتشف بأن صلواتك نصها غير مقبولة شيء مخيف يا رجل اسمع معي شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي يحافظون على الصلاة واللي ما يحافظون على الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاح وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والحديث هذا ثابت يعني عندنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وأظن هذا تعريف للشخص الغير محافظ على الصلاة وما أظنك تبغى تنحشر مع هذولا أبدا في يوم من الأيام جاء أعمى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا أعمى وإنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد ما في أحد يمسك بإيدي ويعلمني وين الطريق يعني احتمال أضيع المسجد حتى فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي في البيت يعني صارت هذه رخ صلاة بس يوم قف هذا الأعمى عشان يروح وقفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تسمع النداء للصلاة؟ فقال الأعمى نعم يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجب الحقيقة أنا من الأشخاص اللي كنت بعض الأحيان إذا أنا على شغلة أصلي على سجادتي في البيت وأعتقد أن هذا الأمر يعني إن الله غفور ورحيم يعني بس انصدمت من الأحاديث هذه والوعيد هذا قررت أني ما أضحي بنفسي وبآخرتي الأمر ما فيه مزح تماما وبعد ما أشوف المساجد الأيام دي أشوف في ناس كثير يتخلفون عن صلاة الجماعة فحبيت أني أقول لكم هذا الكلام وأنشر هذا العلم وما أكون من الناس اللي يختص هذا العلم بنفسه ويفيد نفسه فقط عسى ولو ينفع رجل واحد منكم اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أشوفكم إن شاء الله المقاطع الجاهية السلام عليكم اشتركوا في القناة